السلام عليكم مش 1400 من كنات مستر بومتك ركز معي bulk الاب in youtube حتى ستكون مع اول تحلقه احلاجات مهمه جدا 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 ستفيدك انت كيوتيب او كواحد حائش يحصيون على انترنت وحوسىيعيب sole او اغلققت الفلاون, اغلق اي طريقه وبتم باشيجه عليه سحلطة في BOMTIC ت entscheد من كناركت وب denب و في دماغتي الحلقة لحيش تقيب تبده عال가� WindBake يخبرتكampick onYouTube تضيغم عيشر مراتفى 20 مرة تم لاسطايك شفتها الأول هي الفرق بين أرباح اليوتيوب قبل التحديث وأرباح اليوتيوب بعد التحديث وهو قبل أطع الإعلانات عن اليوتيوب قبل فسخ الإعلانات عن اليوتيوب لو تلاحظوا كان فيه فترة في السنة stumbled on youtube كان فيه فترة تم قطع الإعلانات عن اليوتيوب نهائيا لما الشركات فسخت عائدها مع اليوتيوب لما حصل الحجيات دي كانت دي أفضل فترة لليوتيوب اللي هي قبل فسخ علي طول كانت افضل فترة لليوتيوب من شهر 11 و 12 الشهور اللي فعل فلوس اليوتيوب بتبقى حلوه فلوس الاعلانات وبقى غالية جدا في الشهور دي في فترة دي كانت فلوس في اليوتيوب كانت كويسة جدا كانت في الفترة دي تمام كدت كمكن ان الواحد بيكسب في اليوم من 5 دولار ل 10 دولار في اليوم من اليوتيوب من ادسنس من الاعلانات من النقرات تخيل كتال النقرة سعرها بيوصل من 20 سنت لل 30 التخيل للموضوع حاليا النقرة ثلاثة سنت وواحد سنت لا تنظر معا لهذا الآن لح lung التخيل الذي أصلت لخمسة سنت أو ستة سنة هذا الفرق من التحديث قبل التحديث وبعد التحديث قبل التحديث كان موضوع فريق قوي كنت تستطيع إختار كلمتهم مفتاحية الذي أجهد لك أرباح قبل التحديث لكن بعد التحديث الموضوع صعب وصعبه بقتت صعب جدا أنك تختار كلمتهم مفتاحية لازم تكون فاهم انت تكتبه لكي تستطيع إجهد فلوس ومشاهدات لو تلاحظ الناس اللي مبتعبش تكتب كلمات مفتاحية أو مبتعبش تستهدف صح الفيديو بتاعها بيوصلش لمحركات البحث أصلاً تمام؟ الناس بتتعب في فيديوهات ويعني بتتصور وتمنتج وتتعمي كل حاجة في فيديو وبرده ما بيوصلش الكلمات المفتاحية بتاعته والعنوان ما بيوصلش لمحركات البحث أساساً تمام؟ يعني انت محما تعبت ما بتوصلش أصلاً لمحركات البحث عشان حد يشوفك انت فهين من قصد إيه؟ هذا و أ interns.. من حضور لن وril تستهدف الأدوات تعمل الإستهداف صحيح يجب أن تستهدف في الربح الانترنت يجب أن تستهدف الناس تسعين عنحكم بتكلم عن السيارات اللي لازم تستهدف الناس اللي بتبحث عن السيارات تمام لكن مش تعمل حاجة ارتجالية الكلام ده كان امتى؟ قبل التحديث بعد التحديث ده عندك بعض المشاكل اولا عشان تكسب فلوس حلوة بلوسيوب لازم تفهم في السيو تمام لازم تكون عارفة عن ايه سيو لازم تعرف الكلمة المفتحية دي هتوصلك لمن بالضبط عدد الناس اللي بيبحثوا عنها البلاد اللي فيها الكلمة دي مشهورة لازم تفهم كل الحاجات دي عشان تقدر تغيب فلوس كويسة من اليوتيوب لازم تعرف الاعلانات اللي انت لو كتبت الكلمة مفتحية زي كده مثلا كلمة مفتحية الربح والانترنت لازم تعرف الاعلان اللي هيجي لك ده اعلان ايه اعلان ويكس مثلا اعلان بيتكلم عن مواقع الربح الانترنت مثلا كتبت بتتكلم عن الالعاب مثلا جالك اعلان عن معالج نيفيديا الجديد عن معالج ايه ميديا الجديد لازم تعرف ايه اللي هيجي لك عشان تعرف ايه الاعلان الاغلى وبالتالي تختار الاعلان الافضل فيهم وتعرف تجيب فلوس كويسة باليوتيوب طيب ده ده مين اللي يعرف انت بتعرف سامي الكلام ده مصطفى لا انا وبعرفش مش محترف فيها بحاول لكن مش محترف ولكن في حاجة تانية او حل تاني كلنا بنلجأ ليه في الظروف اللي زي دي الارتجال انك ترتجل تكتب اي كلمات مفتحية واي عنوان لكن مش اي عنوان بالمعنى لا تكتب باستراتيجية ذكية يعني انت تبقى عارف بتكتب ايه ولكن مش مشكلة على اقل تجيب لك فيوز مش تجيب لك ارباح يعني انت لو عايز تجيب ارباح لازم تركز في السيو اوي تعرف الاعلان ده لو كتبت كلمة مفتحية زي كله بحي من انترنت دي هتجيب لي اعلان ايه الاعلان ده بكام والحاجات دي كلها ده عايزة دماغ سيو انت مبتدق زي ومش هتقدر تعمل الكلام ده كله يبقى تتجيح زي برضو لارتجال هترتجل لكن بزكاء هترتجل بس وانت فاهم انت تكتب ايه تمام يعني مثلا مش هتروح تكتب الربح لانترنت كيفية ربح خمسة دولار يوميا من موقع كذا فرقت هيجيلك الناس اللي بتبحث عن اسم الموقع ده هتجيلك والناس اللي بتبحث عن الربح من انترنت هتجيلك يبقى هتستهدفت حكتب مع بعض بدا ما كتبت اربح لأ اكتب كيفية ربح كذا من موقع كذا يبقى كده هيجيلك مصدرين كده هيجيلك منهم ترافيك برضو دي حتة كده مفروض انت تكون مركز فيها وانت بتكتب ايه انوان انت عايزه طب يا مصطفى انت بتقول ده بناعة على ايه انت عملت ايه علشان تيجي تقول الكمان ده كل انا هوريك في اخر الفيديو الفلوس الي مثلا ال cpm بيعلق ازاي استبي ام بيعلى في فيديوهات وبيقل في فيديوهات هوريك الموضوع ده كله هوريك الارتجال نتيجة الارتجال ايه تمام في اخر الفيديو هوريك نتيجة الارتجال ايه تمام هوريك اللي وصلني للفلوس ايه ولما افهم الارتجال ده ايه الحاجة الصح اللي فيه ده هتبقى في فيديو روح ده تمام لما افهم موضوع الارتجال ايه الحاجة الصح اللي بنطلعها عشان تجيب الفلوس اللي انا جبتها دي والحاجة الغلط هنشيلها ده كله ان شاء الله يبقى في فيديو تاني لكن دلوقتي احنا نتكلم عن مفهوم الارتجال ان انت لما ترتجل في اليوتيوب ترتجل صح تمام تكتب كلمات مفتاحية صحيحة انت دلوقتي جايت وانيه جا يقول لك ابدأ اليوتيوب حاجة مربحة تبدأها نعرض قبل بكرة حتى لو ارتجلت حتى لو انت مش عارف اصلا تكتب كلمات مفتاحية هتوصل متلقش الموضوع كله عايز بس تركيز عايز بس واحد يفكر انت بس تعارف اكرا لما تجي تكتب فيديو اليوتيوب او تكتب كلمات مفتاحية وتكتب عنوان هتلاقي نفسك فدأ كده في حاجة حصلت لقيت ان ده العنوان المناسب هتلاقي حاجة كده في اتمامك بتختار لواحدها ده العنوان المناسب لانا هسيبه للفيديو ده اللي بيحطل بسناحه ما عامش بتحصل الناس تاني ولكن فعلا ده اللي بيحطل فجأة كده وانا قاعد بكتب العنوان وبكتب الوصف والحاجات دي ببصت كده ده ده الحاجة المناسبة لانا عايزها تمام ممكن تكون افضل من الحاجة اللي انا كنت عايزة في الاول ولكن بلاقيها فجأة ده الحاجة اللي اعايزها فعلا فابدأ وحتى لو ما ترعبش في السيديو ما ترعبش تكتب العنوان صح يعني ما هو يكون عندك محتوى ما عندكش محتوى في بلاي لست كاملة اسمها يوتيوب هنشر لستة فيها افكار انك بقى ازاي تعمل افكار تبقى في اليوتيوب في الفترة الجاية تمام وهنشر فيها حكترة جدا زي مثلا انك ازاي تبدأ يوتيوب كقناة صحيحة وكنت اشارت قبل كده ازاي تضبط الواجهة في تلك القناة ان اشارت قبل كده ازاي تضعف ارباحك ولكن ده كان قبل التحديث ممكن تجرب الموضوع ده بعد التحديث ممكن يزود ارباحك شوية برضو مش متأكد من الموضوع ده اما عنش باستخدمها بصراحة ولكن انا ارباحك كويسة مش وحشة بسبب الارتجال تمام الحلقات الجاية ان شاء الله هتشوف استراتيجيات عن الارتجال يعني ازاي ترتجل بطريقة صحيحة باستراتيجية معينة بس برضو هترتجل ولكن باستراتيجية معينة ارباح اليوتيوب ان شاء الله هخليك تضعيفها مليون في المية يعنى حاجات كترة جدا هنشوفها في الحلقات الجاية في سلسلة حلقات اليوتيوب دي الحلقة دي يعنى تعتبر ترويج لسلسلة حلقات اليوتيوب اللي انا بعملها واللي مكمل فيها لحد يعني ما لا نهاية يعني همضر اكمل في حلقات اليوتيوب دي لانها مهمة جدا واشايف ان في ناس كتير جدا فهلا بيستفيدوا منها خلانها هتول بقى نروح لكمبيوتر عشان نشوف موضوع الاسبات بتاع الارتجال ونشوف ارباح اليوتيوب عاملة ازاي طيب اجد عن الركز كما بعض زي ما انتم تلاحظين انا هنا بدأت من الفترة من او شهر ابريل شهر اربعة اللي هو بداية التحديث والحد شهر اه اللي احنا فيه حاليا شهر ستمبر 28 ستمبر 2017 تمام جميل جدا شهر ابريل مش بداية التحديث شهر ابريل اللي هو بداية المشكلة اللي احنا وقعنا فيها طبعا اللي هي فسخ تعقودات الالونات مع اليوتيوب تمام الشركات بتاعت الالونات طيب جميل جدا لكن بداية التحديث كانت فعلا من بداية شهر خمسة او نهاية شهر خمسة تمام كانت فعلاً كانت دي بداية التحديث وبدأت ظهور الاعلانات مرة تانية. ظهرت بشكل كامل في نهاية شهر ستة. ولكن خلاني نبدأ من شهر اربعة اللي هو لما كان ما فيش اعلانات اساساً في اليوتيوب. هنقام برستارت اول حاجة. دي الصفحة عشان نشوف. اه محدش يقول يعني عامل فحص العنصر والحاجات الفاكسانة اللي الناس بتقولها دي. المهم. خلاني ننزل تحت زي ما انتم شايفين. مش هنخبأ اي حاجة ما عندناش حاجة نخبئها. خلاني ننزل تحت. زي ما انتم لاحظ. سي بام. سي بام هنا ما بيقلش عن دولار. الناس اللي بتكسب عشرة سنت من الف مشاهدة دي مش عندي. مش عندي الكلام ده يا جماعة خالص. زي ما انتم لاحظ سي بام كله ما بيقلش عن الدولار. بل بيزيد جدا. سبعتشر دولار. حداشر دولار. تلاتة وتلاتين دولار. خمستاشر دولار. عشر دولار. سبعة عشرين دولار. حداشر دولار. زي ما انتم لاحظ ان الموضوع مش صعب. تمام? موضوع مش صعب خالص يا جماعة. الموضوع بسط جدا جدا جدا. تمام? دي حاجة سنالي بلايباك سيب ام. يعني ايه بلايباك سيب ام ويعني اسيب ام العادي استراحة ما عرفش الفرق بينهم. المهم ان في مشاهدات بتتحسب على انها بلايباك. وفي مشاهدات بتتحسب على انها مشاهدات عادية بتاع السيب ام العادي. انا عندي مشاهدات بتاعت بتاعت البلايباك زي ما انتم شايفين مكتوبة قدامكها. اهل مشاهدات البليبك. جال لي مسلا سبعمية او سبعين مشاهدة. والالف بستة دولار و تمامية واربعين سنت. في سيب منهم خمسة دولار ووربع سنت. جالي سلت Punya 72 مشاهدة ايج засار دولار يبقى انا كسبت منهم اربعة دولار وخمسة واربعين او خمسة واترانين سنت. زي ما انت ملاحظ المشاهدات عندي كويسة جدا جدا جدا. حتى لو دخلني عا سيب تقةم العادة الطبيعي برضه مش واحش. استقم كويس جدا جدا جدا. في في دولار الفjek الهاو52 سنت وفق 44 سنت ولباقي كله ا mange دولار مثلا ازاد زهration ات reached 14 ستROPE و13 سني. هل هو مسلا مع كلا الفي مشاهدة طبيعية جدا بتاعت الفيديوهات الفيديوهات الالف مشاهدة طبيعية جدا بتاد الفيديوهات اما هذه و bege with like مشاهدة بتحسب مشاهدة عادية. اي MLM لتنين ممتاز جدا 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 تمام ما فيش حوار للعشرة سنت وحوار للخمسين سنت الالف مشاهدة والحاجات دي مش موجود عندي. انا اقدر اكسب خمسة دولار وعشرة دولار وتلاتين دولار من كل الف مشاهدة. وعن طريق برضو الارتجال مش عن طريق اي حاجة انا بدأت لك اهو من ساعة اربع من يوم واحد اربعة لحد يوم ثمانية عشرين تسعة من الفترة اللي الناس قالت فيها او اليوتيوب اعلم فيها عن انك لو عايز تكسب اليوتيوب لازم تفهم في سيو لازم تكون في سيو ممتاز انا بكسب من غير سيو وماني غير الكلام ده كله وديك شاهد استبياء ما عمل ازاي? ابدأ يا جماعة والله يبدأوا والله العظيم يا جماعة اليوتيوب مجال مربح جدا جدا جدا. لو انت عايز تكسب اليوتيوب ابدأ. عايز تكسب من انترنت ابدأ يوتيوب. اول حاجة ممكن تفكر فيها اليوتيوب وبلاجر. مهم جدا ان يكون عندك كنات على اليوتيوب ويكون عندك بلاجر. ده غير ارباح الجانبية اختصار روابط اعلانات لناس كلام زي كده. اليوتيوب مجال واسع جدا. مجال واسع جدا جدا. تمام? مش عايز تبدأ في التكنية ابدأ في اي حاجة. ابدأ في اللي انت بتفهم فيه. استنى حلقات جاية وريب جدا ان شاء الله. هنقول فيها افكار تبدأ بها يوتيوب. ما تقفش كده وخلاص لازم تبدأ. ده دول بس خمسة وعشرين فيديو من المية ستاة وعشرين فيديو بتوعي. لو دخلنا كده على صفحة تانية. هتلاقي برضو سيب ام كويس. عمر سيب ام ما بيبقى وحش. وبردو لو نلاحز ان ديه في الفترة الاخيرة زي ما انت شايف اربعين دولار. اربعين دولار. ولكن شايفها اربعة وعشرين بس فكسبت دولار تقريبا. تمام? ده اللي باك. زي ما تلاحز? يعني الارباح كويس كده تمانية وخمسين دولار. تمانية وخمسين دولار. ولكن اللي شافه اربعتاشر فقط. فكسبت الرقم يعني تمانية وخمسين دولار. مش رقم قليل. توكل على الله. وبدأ في المجال اللي انت بتفهم فيه. ما عندكش مجال تفهم فيه. استنى حلقات جاية هقول لك على افكار ازاي تبدأ بها. قناة يوتيوب نكحة مية في المية. وبس كده هو ده اللي انا كنت اعيز اقول لكم بس في الفيديو ده كنت اعيز بس اعرف الناس موضوع تلسية حلقات اليوتيوب وعرفوا مني اليوتيوب فعلا حاجة مفيدة جدا يا جماعة مش هتخسر حاجة لما تعمل قانونة يوتيوب وان شاء الله هتفيدك بفكرة كبيرة جدا كترويج لنفسك ترويج لمنتجاتك مسلا اه ماركتينج او اي حاجة انت ممكن تعملها في اليوتيوب هتعود عليك في حاجات تانية اليوتيوب مجال واسع جدا يا جماعة مش تحصر نفسك في حاجة واحدة بس. فاليوتيوب حاجة واسعة جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عاوكو يا ريتل عاقبك الفيديو اعمل لايك وما تنسى اشتركوا في القناة منزل احمق اسفل با ديو شوك في ديو شوك إن شاء الله وفي ديو جاي سلام